لما نيجي نغير حياتنا للأفضل ونشوف نمط حياتنا كده ونرجع للطبيعة هنلاقي إن في حاجات كتير جداً محتاجة تتغير فالموضوع هيبقى معقد عايزين ناخدوا خطوة بخطوة عشان يبقى سهل تابعوا معايا الحلقة الجاية عشان أقولكم على أول خطوة نركز فيها النهاردة هنعمل أكلات مبتقرة، صلطة جديدة وهعرفكم على أسرع طريقة نعمل بيها زيت الزيتون بطعم مختلف تعالوا بينا نطبق مع بعض أهلاً بيكم بالوقت هنعمل الوصفات المبتقرة بتاعت السلطات عشان نخلي السلطة غنية من الوجبات المتكملة وفي نفس الوقت ما نقباش زهقانين من السلطة خيار وخصة وطماطم ما فيش أي مشكلة في الخيار والخصة وطماطم بس كتير مننا بيحس إن السلطات دي مش بتشبع مش أكلة ممكن تبقى متكملة هنعملها متكملة وعملنا قبل كده برضو حلقة كاملة عن السلطات المبتقرة والنهاردة جايبا لكم السلطات المبتقرة برضو بطريقة تانية عشان يبقى عندنا اختيارات كتير جدين أول سلطة هنعملها النهاردة هي سلطة بالتونة والفاصولية البيضة ولو عندنا سمك التونة الكراش الطازة متاح هيبقى هيل وحنلاقي الوصفة بالتفصيل على قناة ست البيت والنهاردة أنا هستخدم التونة المعلبة ومهم جدا إن هي تبقى منقوعة أو العلبة بتاعت التونة في مية مش في زيت عايزين حوالي ربعمية جرام تونة بصلاية حمرة صغيرة تمطماية فلفل أحمر ألوان أو فلفل رومي أو الفلفل الحمرة وحوالي ثلاث كبيات فاصولية بيضة واثنين فاص طوم وشوية كده زعتر فرش أو ممكن نستعمل زعتر نشف وحزمة بقدونس كده طازة لمونتين حوالي ربع كباية زيت زتون معلقة صغيرة عسل كبايتين جرجير طازة ومعلقة صغيرة بشر لمون أو عصير لمون زي ما تحبوا أنا بقول المقدير مخصوص عشان اللي مش بيقدر يشوف الوصفة بالتفصية على الويب سايت يقدر كده يكتبها معي طيب تعالوني بتذي في أول صلاطة مبتكرة معي مهاردة هبتذي بالبصلة هنقطعها الشرايح رفيعة اللي مش بيقدر لو فاكرين عملنا السلطات اللي هي بتبقى وجبات متكاملة وزودنا عليها الفريك اللي مش بيقدر اللي مش بيقدر اللي مش بيقدر لو احنا مش بنضيق ان قطمة البصلة تبقى تكينة شوية مش مشكلة ممكن آآ نكتفي بالتقطيع اللي عملناها دي اول مرة بس انا بحب ان انا اخليه كده ادينه تقطيعه كمان زينة اوكي هلوه قوي الفلفل الوان برضو انا بحب ان اطاعوا الشرايح رفيعة انا بحب ان اطاعوا الشرايح رفيعة ممكن نستعمل لو بنحب الفلفل الاصفر او البرتقاني عشان كده بخطبها لكم في الاول كده بقول فلفل الوان كلما بنزود الوان في الاكل كلما بيبقى احسن ادينه 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 عندي الطماطم حلوة لسلطة زين مستعملش فيها البطر بتاع الطماطم راح نشيله كده انا عايزة اخلي التقطيعات كلها كده تبقى شرايح رفيع فهعمل نفس الكلام مع الطماطم طماطم طمط طمط سوف أزود المكونات 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 سوف أجد المكونات سوف أزود المكونات ثم أزود المكونات المكونات التي لدينا لغاية الوقت المكونات الزعطر المكونات الزعطر المكونات الزعطر المكونات الزعطر هنقفل مؤوم وبحق المكونات الزعطر سوف نشرب الاصاص الذي سوف نقوم بإضافة سوف نضيف دونس نخلط ثاني وحطتي دلوقتي احط شوية جرجير كده من تحت حلمين والالوان الجميلة دي نضيف منها لطبق التقديم وعندي هنا التونة ابتدي كده احطها قطع بيستحسن ان احنا لما نضيف التونة تبقى قطع مش المفتتة خاصتنا عشان بقى تقباش متشربة من السائل الموجود في الكامر وحني بالبشر لمون يزبط لي الطعم تماما حلوة حلوة الآن عملنا اول سلطة مبتكرة فالفاصل الاوليني هنروح فاصل ونرجع نكمل السلطة اللي انا جيتها لكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة